طيب دلوقتي نفتح نافذة على مكان آخر ونروح لحديقة الحرية اللي بتقع بجوار كبري أصر النيل على النيل مباشرة اللي شاهدت مؤخرا هي كمان أعمال تطوير كبيرة تعالوا نشوف إيه اللي حصل فيها وإزاي استعدت لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك مع أزميننا كريم بيبرس كريم كل سنوات طيب صباح الخير حطنا في التفاصيل عندك يا كريم كل سنة والطيب يا أحمد كل سنة والطيبة الجمانة وكل سنة وجميع المصريين بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك يمكن هاخد من كلام الزميل العزيز أحمد الحسيني وهوجه كمان دعوة للمواطنين إن هم لازم يجوا حديقة الحرية بالزمالك لما يعني تحتويه من تنوع ترفيه وثقافي مختلف يمكن خلينا ابتدي معاكوا ببيت شعر مهم جدا لشعر النيل حافظ إبراهيم اللي هو ظاهر دلوقتي علي ميني لما قال كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاقي إني لا أحمل في هواكي صبابة يا مصر قد خرجت عن الأتواقي لا في عليكي متى أراكي طليقة يحمي كريمة حماكي شعب راقي الرقي والثقافة هو أيضا جزء من ثقافة الشعب المصري اللي بكون كمان جزء من أيام الترفيه زي عيد الأطحى المبارك حديقة الأسماك حديقة الحرية عفوا مميزة زي ما انت قلت يا أحمد لأن هي بتحتوي في كل ركن فيها على تمثال خاص كل تمثال لي قصة وحكاية زي كده شعر النيل حافظ إبراهيم أمير الشعراء أحمد شوقي المهات مغندي كمان تمثيل ومفكرين وشعراء كتير جدا مش بس كده كمان رموز وطنية ورياضية زي الرمز الكبير عبد المنعم رياض اللي ضحها بنفسه في حرب التنزاف 1967 كمان في حضائق جايخ داخل الحرية نفسها وإيه أشجار كبيرة جدا وإيه ورود مختلفة وكمان شجر النخيل المختلف والفريد من نوعه بالإضافة كمان للأشجار التاريخية العريقة اللي بيتميز بها بشكل عام تتميز بها منطقة الزمالج كل ده هنا داخل حديقة الحرية الحقيقة أنه مكان هنا ترفيهي وثقافي زي ما قولنا مع بعض العائلات تقدروا ييجوا وأنهم ياخدوا أطفالهم وبالفعل بيستحبوا أطفالهم وييجوا أنهم يدوهم وجبة ترفيهية وثقافية في نفس ذات الوقت أكيد مش هنسمع لما نسمع عن حافظ إبراهيم وأحمد شاوي كل يوم نتعلم أكثر ونزرع قيم الوطنية وداخل من ضمن الترفيه اليومي اللي احنا بنحصل عليه في أيام العيد بشكل عام تذكرة الحديقة هنا هي عشرة جنيه وهو طبعا تذكرة رمزية جدا بالنسبة للمواطنين كمان يمكن المختلف كمان هنا في الحديقة وجود المواطنين والاهتمام التام والكامل بالنظافة يعني على بعد تقريبا كل خمسين متر مثلا فيه كمان بسكة خاص بالنظافة عشان ما يتمش القاء القمامة على الأرض بيتم اهتمام بالزرع اللي موجود فبرضو فيها توجيهات دايما للمواطنين يهتموا بالحديقة ويطوروها ويجهزوها لاستقبال المواطنين في تاني أيام عيد الأطحى المبارك وكل سنة والشعب المصري كله بخير كل سنة وانتوا طيبين إما بيبرس بنشكرك على التفاصيل دي يعني يستمتع بقى بالخضرة والمظاهر الخلابة اللي موجودة عندك